تنتظر الحكومة التي يقودها عبدالله بن كيران عدة رهانات في أفوق الدخول السياسي المقبل ومنها إصلاحات هيكلية وعد بن كيران أن عام 2014 سيكون سنة الحسب فيها مثل إصلاح نظام دعم المواد الأساسية وأنظمة التقاعد إضافة إلى إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المقبل وللتعرف على تفاصيل الرهانات التي تنتظر الحكومة مع الدخول المقبل ينضم إلينا في الستوديو الزميل نبيل دريوش نبيل أهلا بك مساء الخير لينا مساء الخير لمشاهدين الكرام نبيل ما هي الرهانات التي تواجهها الحكومة فيما يتعلق بإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل بطبيعة الحال العام المقبل سيكون عام الحسم في عدة ملفات استراتيجية بالنسبة لهذه الحكومة التي تشتغل منذ عام 2011 من أهم الملفات لإستراتيجية الحكومة كما ذكرت هو مشروع إعداد ميزانية الدولة فيما يخص هذا المشروع أي مشروع الميزانية للحكومة اهتماما خاصا لمواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى وأيضا نجد توجها لدى الحكومة نحو ترشيد نفقات الاستثمار زيادة على ضبط كتلة الأجور ومن الرهانات الرئيسية لمشروع الميزانية هو مواصلة العمل على ضبط التوازنات العامة للاقتصاد المحلي ويتم التركيز في المشروع على مستوى معدل النمو الاقتصادي وعجز الميزانية واحتياطي العملة الصعبة وبطبيعة الحال يأخذ المشروع بالحسابات الضرفية الاقتصادية الصعبة بمنطقة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تشرع الحكومة في استياغة هذا المشروع أي مشروع الميزانية العامة مع مطلع شتنبر المقبل ويتوقع عرضه على البرلمان لمناقشته شهر أكتوبر المقبل نبيل فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة ما هي أبرز التحديات المطروحة على الحكومة الحالية؟ إصلاح صندوق المقاصة هو تحدي كبير بالنسبة للحكومة الحالية بل هو إحدى المشاريع الكبرى التي لوحت بهذه الحكومة منذ تنصيبها فإصلاح صندوق المقاصة ملف كما قلت يطرح نفسه على الحكومة مع الدخول السياسي المقبل فالحكومة لم تعود لها القدرة على مواصلة الدعم بنفس الكيفية ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة والتي ارتفعت من 4 مليارات درهم عام 2002 إلى 56 درهم عام 2012 وبذلك نلاحظ الفرق في ذل عشر سنوات والمرتقب أن تتراوح ميزانية دعم المواد الأساسية خلال العام الجاري ما بين 32 و35 مليار درهم وتحققت هذه النتيجة بعد إقدام الحكومة على رفع الدعم عن البنزيل والوقود الصناعي وأيضا بعد شروع الحكومة في الرفع التدريجي للدعم الموجه للغاز والديزيل وهو الدعم الذي سيلغى بشكل تام بنهاية العام الحالي وكل هذه الإصلاحات تعد في الحقيقة اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الحكومة على الوفاء بإنجازها قبل حلول عام 2015 نبيل بالنسبة لإصلاح صناديق التقاعد يبدو أن التحدي المطروح هو إقناع النقابات الكبرى بمشروع الإصلاح الحكومي هو كذلك فربما حجرة العثرة بالنسبة للحكومة في الإقدام على تنفيذ هذا المشروع هو النقابات الكبرى التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي الذي يطرح هذا الملف بالأساس وهو رهان حقيقي ترفع حكومة بن كيران ويتمثل في إقناع النقابات الكبرى بوصفتها لإنقاذ صناديق التقاعد من شبح الإفلاس وهي النقابات التي ما زالت ترفض الخطوة الأولى الإصلاح وتكمن هذه الخطوة في رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة ابتداء من شهر يوليوز للعام المقبل وتفيد إحصائية رسمية أن العز المالي لصناديق التقاعد سيرتفع من 22 مليار درهم سنة 2022 وبذلك ستكون هذه الصناديق في حاجة إلى إصلاح سريع نبيل هناك رهان سياسي كبير ينتظر الحكومة مع الدخول المقبل ويتمثل في التحضيرات للانتخابات البلدية ما هي التفاصيل لديك؟ هو أكثر من رهان ربما يرى بعد محلل السياسيين كامتحان لهذه الحكومة ومرتبط أساسا بالتحضير لانتخابات البلدية فمنذ تعيينها لم يكن هناك رهان أكبر من هذا وبالتالي فالحكومة تواصل التحضير لانتخابات البلدية التي ستجرى منتصف السنة المقبلة ومن أبرز محطاتها مباشرة المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها ومشاربها هذه المشاورات تنصب أساسا حول القوانين المؤطلة للانتخابات والتحضير اللوجيستيكي لها والأكيد أن هذه الانتخابات ستكون بدورها اختبارا حقيقيا للحكومة قبل انتهاء ولايتها المرتقبة عام 2016 هذا كل ما لدي لنا هذا اليوم شكرا لك نبيل دروش لهذه المعلومات ونلتقي في نشرة لاحقة إن شاء الله إن شاء الله